على بركة الله بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين إن شاء الله النهاردة هنمن مع بعض بسكوت الخلاط السريع أو بسكوت القوقعة بسكوتة دايبة سهلة سريعة اقتصادية بدون زبدة طريقتها سهلة وبسيطة إن شاء الله والشكل كمان مشرف جدا يلا نبدأ على بركة الله ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا كده المأدير بتاعتك كلها لو في حاجة منها في التلاجة زي البيت مثلا لازم تخرج على أقل قبلها بساعتين وتكون كل مأديرك بدرجة حرارة الغرفة المجل اللي عيرتي به السمنة هو اللي عيرتي بالنشا عيرتي بالسكر عيرتي به الزئيق فدي معلومة مهمة جدا إن المجل هتشتغل به لازم يكون عيارة كل واحد بسب الله أول حاجة كده معنا في المأزير نص كوباية من النشا أو الميزينة أو الكورنفلاور كوباية اللي ربع من السكر كوباية اللي ربع من السمنة على زيت بالطين بدرجة حرارة الغرفة ثلاث كوبايات من الدقيق وفي الطبق ده كده معي معلقة كبيرة من بودرة التنج بطعم البرتقان أو الفروتسي الموجود عندك ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر وما تقطريش عن كده عشان الرسمة بتاعتك ما تفرش رشة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفانيليا ثلاث كوبايات من الدقيق نص كوباية نشا كوباية اللي ربع سكر كوباية اللي ربع سمنة على زيت ومعلقة من بودرة التنج رشة فانيليا رشة ملح معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر وبطين في الخلاط هننزل كده بسم الله بالسكر والسمنة على زيت ممكن تعمليها بسمنة بس وممكن تعمليه بزيت بس لكن خليط السمنة على الزيت بيديك المكس ده بيديكي قوام الزبدة أو القوام الأقرب للزبدة هنضرب الكلام ده في الخلاط لحد ما بيضي بالشكل ده ننزل عليه بالبيض والبيكنج بودر وبودرة التنج والفانيليا والملح ونرجع نضربهم تاني كويس جدا 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 لحد ما يبقى معي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله رائع قوي بلسبة تيول كده وهبدأ انضف الجوانب بتاعت الخلاط بقى لسه في تكتلات من السكر ما دابتش هنضفه كويس جدا جدا وبعد كده هرجع اضربه تاني كويس قوي لحد ما السكر يناعم تماما ويدوب عشان ما يعمليش تخريزة في البسكوت انا مش عايزة ده انا عايزة ناعم زي ما انتوا شايفين كده بعد ما دربته في البولة وهنقول بسم الله ونبدأ نصب الخلاط السائل ده وعلى قد ما تقدر يتنظافي الخلاط بتاعك على الاخر ما تخليش فيه ولا فتفوته عشان العيار بتاعنا على قد المقدير السائلة بالزبط عشان ما تضطرش انك تزاودي ميا يعني زي ما انتوا شايفين الخلاط ناعم جدا جدا دلوقت انا معي هنا تلات كوبايات من الدقيق مش هنزل بيهم كلهم ضفعة واحدة انا هاخد منه وليكن مثلا كبايتين ونص وهسيب النص كباية وبعدين هنزل بنص كباية النشا وهنخلهم كلهم مع بعض وهبدأ يقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده البسكوت ما بيتعي جنش البسكوت يا دوب عجنته بتتلم فقط مش اكتر من كده ليه عشان ما يعضمش معايك وينشف ويبوز يبقى ناشف قوي كده انا هنا مش هنزل بشوية الضيق اللي فايدين معايا دول الا لما نشوف القوان معايا بيحتاج ولا لأ طبعا الضيق بيختلف من مكان لمكان انا ممكن الضيق بتاعي يكون بيشرب السويل ممكن يكون دقيق بتاعي كنتي ما بيشربش السويل فمش هتحتاجي ممكن يكون ضيقك بالزبط هياخد التلات كوبايات ممكن ازيت ممكن اقل علشان كده دايما تحتياتي كده تحطي باقي الضيق في الجنب تحسبا لاي ظرف يعني انا لقيت العجينة لسه ملزقة فحطيت كمان شوية انا المقدار بتاعي يخد معايا بالزبط التلات كوبايات زيق ونصد كوبايات النشا لازم العجينة معاكي تبقى نعمة ولينة بالشكل اللي انت شايفين ودوت وانت يختب ريحة كده بايدي كالناشفة دي هتلاقيها ما شاء الله نعمة معاكي وطرية غسلت ايدي ونبدأ نكور بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نشكل البسكوت بتاعنا هعمل كم كورة كنا عشان ابدأ اشكلها وحاول اخلي مقاس الكور كلها قد بعض عشان المسكوت كله يطلع شكل واحد هبططها كده وهسيب لها بوزة تبقى عمزة القوقاع ولازم يكون المشت اللي انا هستخدمه نضيف انا لسه شرية المشت ده تقريبا بخمسة جنيه مش حاجة يعني بس هتشغلي بيا على قد اكلك وفقط يعني يتغسل تحطي في كيس ويتحط في الدرج بتاع المطبخ على قد البسكوتات مش اكتر من كده ايه وعي تستخدميه انك تسراحي بيه لبنطك او كزا نشكل بقى بالشكل دوت يبقى انا المشت بتاعك لازم تخصصيه للأكل يا جماعة بلاش نستخدمه في اي تجميل يعني او او اي حاجة بعيدة عن الأكل لازم نحافظ على نفسنا على قد ما نقدر هبدأ بقى اعمل الشكل اللي انتو شايفينه دوت بكور كورة وبعد كده بحاول افردها شوية لتحت واعمل لها بوزة بسيطة كده من قدام وابططها وهامشي بالمشت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بتديك شكل حلو قوي بصراحة البسكوت ده لما عملته الشكل النهائي اداني شكل البيتيفور يعني ده ان شاء الله بامر الله بدون مقطعة ان شاء الله باذنك يا رب لو عاشنا وكلنا عمر على الدنيا هعمله في العيد شكله لازيز قوي قوي موفر جدا جدا من غير زبدة والبيض يضب الطين وعمل الكمية ما شاء الله حلوة انا لما لقيت الموضوع مجهد شوية فان انا اشكل على ايدي ففكرت في الفكرة دي حطيت المشت على الرخامة وبدأت اعمل العجينة الكور كده وافردها على الاسنان اللي هي العريضة شوية دي وابططها كده بالشكل ده بصوا بسم الله هتطلعيها شكلها ممتاز جدا جدا يمكن كمان مظبوطة عنو انت مسك العجينة في ايدك هكمل بنفس الشكل هعملها كده استواني وهنزل بيها وبعد كده ابططها بالراحة عشان ما تتغوطش قوي بين الاسنان وتتكسر منك توفينا بقى للوقت هعمل ايه هعمل كذا كورة بنفس الشات ده وهبططها وهفردهم جنب بعض وهشلهم مرة واحدة يعني لو كده فردتها بططتهم مرة واحدة وفردتهم مرة واحدة وشلتهم مرة واحدة كده اوفرلي في الوقت واسرع كتير دلوقت هارستهم بقى على صاج يكون مدهون بالزيت دهنة كويسة قوي عشان ما يلزقش منك وبعد كده يدخل الفرن على درجة حرارة 180 ويكون مسخن مسبقا قبلها بربع ساعة ويقعد في الفرن حوالي 15 ل 17 دقيقة بمجرد ما بيخرج كده ببدأ احرك وكده اوفق البسكوت عن الصاج عشان ما يلزقش لو نشف هيلزق معاكي في الصاجة عشان كده اتحركيه اول ما يخرج على طوله هو صغنة بداية اتحركيه بالشكل ده عايز اقول لكم بقى ان الاشكال ما شاء الله حلوة اول بسكوت ريحته حلوة اوي 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 طعمه فظيع بجد شايفين الاشكال ده الشكل اللي انا عملته بالسن الرفيع وده الشكل بالمشتل والحطة التخينة دي او العريضة وشوية اشكال كده بايش شايفين بقى التسوية انا هنا الحمد لله محتاجتش ان انا ايد عليه الشوية اكتفيت بالتسوية من تحت فقط زي ما انتو شايفين ان شاء الله عملت بي اكتر من شكل عملت بي بالبصامة شكل وردة وعملت شكل الصدفة والقوقعة عملت اكتر من شكل كده عشوائي بشكل حلو اوي بصوا بقى التسوية ان شاء الله ممتازة البسكوتة دايبة ونعمة خالص هجيب بقى اي شوكولاتة خام عندي اي نوع بتحبيه وهبدأ ابشورها كده وبعد كده هسياحها على حمام بخار نعم الشوكولاتة بتاعتي تسيح هبدأ امسح حصانية كده بدهنة زيت اللي هرصت فيها البسكوت بالشوكولاتة تحسبها لانه ممكن يلزق او حاجة كده الشوكولاتة ساحة تمامة هي نبدأ بقى نقول بسم الله ونغطس البسكوت بتاعنا فيها يدوب البوزة صغيرة بس عشان تدينا شكل مش اكتر الشوكولاتة افضل ثلاث انواع تستخدميهم دريم وسما وجولدن باك الثلاثة دول حلوين جدا جدا اغطس كده بالشكل دوت حابة تغطس البسكوتة كلها زي ما هعمل كده في النوم الرفيعين الطوال دول بصوا هغطسها كلها ما شاء الله بدأتني شكل حلو قوي هعمل التانية بنفس الطريقة وممكن تغطسي كده في الشوكولاتة بوني زي ما انتم شايفين او الشوكولاتة البيضة برحتك وتحطيها بقى في فزق مكسرات اللي هو الفزق الحابي اللي اغدر بقالونا حلو قوي جز هند سوداني مجروش اي حاجة دي انا غطستها كلها في الشوكولاتة شكلها جميل جدا ان شاء الله وده شكل النهائي بتاعنا البسكوتة نعمة فضيعة حلوة جدا 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 جربوها اقتصادية وسريعة مشرفة قوي في اي مناسبة كل عام وانتم بخير دخلة رمضان علينا ربنا يعودوا علينا باليوم والخير والبركات يا رب العالمين ويعملي بقى البسكوتة كده في العيد ان شاء الله هيعجبك جدا مع كوباية شاي مع كوباية شاي بحليب مع كوباية نسكة فيه في فطار يوم العيد بأمر اللي هتبقى حلوة قوي بص التسوية شايف البسكوتة من جوة ما شاء الله دايبة دوب استودعكم الله لازي لا تضيع ودائع ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله وطبعا شرفني بجودكم عندي في القناة استبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته